بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده أصول أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى باين هكا وما سؤال بركة باين يبوي وعلى سبحانه وتعالى دسلاته دسلم وقم أنزن الله سل الله عليه وآله وصحبه وسلم ذا مفارا كاراتو إن شاء الله أتكيك نول التافي دائك كرنساء الأصول الثلاثة نعم قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك نصنع كلمقدمة أو مدخل لدراسة هذا المتن نسأل فيه عن أمور خمسة طيب كافي مشقة كاراتونا لتافي ميأ البركة زامو تتونى أمزي متاشية كنوص أبو وقدا بير ولأن سكيد مهم منشي نعم السؤال الأول نعم لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس الفقه مثلا أو الأصول أو الحديث أو معنى ذلك نعم ندرس التوحيد لأنه حق الله سبحانه وتعالى على العبيد خلقنا حتى نوحد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا تخل جنة إلى موحد با مايشي غاء الجنة سيمutumma يتوحيد تكثير الحسنات الهست مرحال الأول أن الإنسان هذا عندما قال أنه موحيد هذا كلم ثم إذا سأل أفساد وقال هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست ممشرك إذا كنت لا تعرف الشرك فلعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا أوجب الواجبات وأولواجبات تعلم التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا هذا المتنى الأصول الثلاثة كتب كثير مؤلف التوحيد لماذا اخترنا هذا المتنى نعم سألنا طلاب والطالب لابد يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه نعم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر أشياء تستر عنها في قبرك السؤال الثلاثة باختصار السؤال الثلاثة باختصار السؤال الثلاثة باختصار السؤال الثلاثة باختصار ما محتوى هذا المتنى على ماذا يحتوى إذا أرادنا نفهرش أو نقسم هذا المتنى نقسم إلى كم قسم نقسم هذا المتنى إلى خمسة أقشام المشائل الثلاثة والمشائل الثلاثة المشائل الثلاثة هي نواع التوحيد الثلاثة المشائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة الثلاثة أسئلة القبر ثم الخامس خاتمات هذا المثنى مبابا المشائل الثلاثة العصر المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة ثم خاتمات الكتاب شكرا للمشائل الثلاثة والله أعلم الثلاثة المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة المشائل الثلاثة